حياة على مدار السنوات شفنا اهتمام الدولة بمختلف الفئات العمرية اهتمامنا القيادة السياسية سواء بالشباب أو الأطفال أو ذوي الهمم وكمان كبار السن اللي فيه رعاية خاصة بتوجه ليهم يمكن ده من أهم الملفات اللي بيتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل دوري ومستمر وبنشوف عمل مكثف عشان تطوير البرامج الخاصة بكبار السن وكمان وضع معايير لجودة الخدمات اللي بتقدم ليهم ده غير النساء الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالأمس بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن والمقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حق المسنين خلونا نتعرف مع حضراتكو عن تفاصيل أكتر عن دور الدولة المصرية في رعاية المسنين وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والتأمينية لكبار السن نرحب بضفنا الكريم اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر الأستاذ محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي أهل بك فاندوم أهل بك صباح الخير صباح الخير على مصر جميعا نبدأ بالخبر الأهم والأبرز وتوجيه السيد الرئيس بالأمس بتخصيص حوالي 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصندوق كبار المسنين شفت الخبر وتوجيه الزي حضرتك بس ديني بس في البداية أرحب حضرتك وشكرا على الصدافة الكريمة ووجه كلمة شكر وتقدير واعتزاز للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل لهذا الملف سيد الرئيس وجه بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن فور صدور قانون المسنين وهذا القانون بصدد إصداره من مجلس النواب عن قريب إن شاء الله الصندوق هي أشمل كافة الخدمات التي تحتاجها الذي يحتاجها جميع المسنين على مستوى الدولة اللي بارغ عددهم دلوقتي حوالي 7 مليون أو ما يزيد عن 7 مليون مسن وطبقا لما ورد في القانون المسن هيبقى من 65 سنة إلا إذا كان هناك في بعض المناقشات في هذه النقطة فحضرتك إن شاء الله يصدر القانون وتبانوا الرؤى ونشوف إرادات الصندوق هتبقى إزاي والموارد هتبقى إزاي والمصرفات هتبقى إزاي دي حاجة الحاجة الثانية إن الدولة المصرية اهتمت بملف كبار السن بشكل شامل فاشتغلت على محاور مهمة جدا المحور التشريعي وده ورد واضحا في الدستور المصري في مدينة 83 واللي ألزمت الدولة المصرية بتوفير الحماية الكاملة لكبار السن وتوفير حياة كريمة لهم بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي اطلقها في خامة الرئيس 20-30 وده ورد فيها باب كامل عن كبار السن فالدولة المصرية مهتمة تشريعيا ومهتمة من كافة الجوانب بملف كبار السن الصندوق الخاص بكبار السن إيه هي أهم الخدمات اللي بيقدمها لكبار السن وهل ممكن لأي حد أن هو يستفيد من الخدمات والميازات الخاصة بالصندوق؟ هو حضرك الصندوق هي بقى له ضوابط ومعايير معينة بلجنة مشكلة هذه اللجنة بتضع سياسة لأليات الصرف من الصندوق ومن المستحق وإيه هي الخدمات اللي يتقدم للمسن من خلال هذا الصندوق فده يعني نقلة كبيرة جدا في مصر وخاصة في ملف كبار السن فإن شاء الله القانون يصدر هي بقى فيه أليات للصرف ومن الفئة المستفيدة وإيه أنواع الخدمات اللي يتقدم من خلال الصندوق لو ما عند حضرتك تفاصيل عن هذا القانون إنه قانون مهم جدا قانون حقوق المسنين إيه أهم البنود اللي حيتضمنها هذا القانون اللي بتكفل رعاية أكتر وتقديم خدمات أكتر لكبار السن هو القانون بشكل عام شمل كافة الخدمات اللي ممكن تقدم لكبار السن سواء خدمات اجتماعية، خدمات نفسية، خدمات صحية، خدمات طرفهية وواجبات حماية المسنين من الانتهاكات حماية المسنين ومشاركتهم في الإدلاق بأراءهم في المجتمع كمان أضاف جزئية مهمة جدا أن المسن دي مش نهاية الحياة بالنسباله بالعكس دي احنا ممكن نستفيد من خبراته ممكن المسن يكون متطوع في بعض الأعمال داخل الدولة المصرية المسن كمنتج مطاقة وإضافة، قيمة مضافة للمجتمع طبعا حضرتك خبرات مثقلة لدي المسنين لازم نستفيد منها نستفيد منها كمسن منتج في الدولة، كمسن متطوع في بعض الأعمال الخيرية، كمسن متطوع في بعض الأعمال أو مبادرات الرئاسية مفيش مشكلة عندنا خالص الباب مفتوح لكل المسنين اللي هم يشاركوا خلي بال حضرتك أن وزارة التضامن الاجتماعي شغال على ثلاث محاور أساسية لكبار السن محور الحماية المجتمعية أو الحماية الاجتماعية ومحور الرعاية الاجتماعية ومحور الدمج المجتمعي محور الحماية الاجتماعية اللي شغال عليها وزارة التضامن الاجتماعي خاص بالدعم النقدي الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن من خلال الدعم النقدي وده وصل عددهم عدى نصف مليون مسن بياخد معاش تكافل معاش كرامة بقيمة 610 جنيه شهرية ده مساهمة هي ممكن تكون بسيطة ولكن في النهاية بتجمل مبلغ كبير جدا الجزء الثاني بنك ناصر لتبع وزارة التضامن الاجتماعي بيدي قروض حسنة لكبار السن بالإضافة إلى شهادة اسمها شهادة رد الجميل لكبار السن فيه خدمات بتقدم بشكل كويس جدا من الدولة ومنظر التضامن الاجتماعي ده بالنسبة لمحور الحماية الاجتماعية تعالوا نتكلم على محور رعاية الاجتماعية وده محور مهم جدا لأن محور رعاية الاجتماعية لازم يكون احتواء كامل لهذه الفئة المهمة تقديم الخدمات النفسية تقديم الخدمات الاجتماعية تقديم الخدمات الطرفهية تقديم الخدمات الصحية لكبار السن طيب الوزارة بتشتغل على هذا المحور من خلال آليات معينة إيه آليات الوزارة في تقدم الخدمة للمسنين عندنا دور مسنين على مستوى 22 محافظة فيها 174 دار مسنين هذه الدور دي دور تابعة للوزارة ولا دور تابعة للوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة هذه الدور بتقدم خدمات كافة الخدمات للمسنين أولاً بتبقى بيئة آمنة طبقاً لمعايير جودة معينة بتضعها الوزارة لتقديم خدمة جيدة وتوفير حياة كريمة وآمنة للمسنين داخل الدور فيه جهاز وظيفي مؤهل ومدرب لكيفية التعامل أولاً مرحلة الأمراضي مرحلة في منتال أهمية لازم لها خصوصية في التعامل ليه حضرتك؟ هدي مثال بسيط لو إن مسن كان مثلاً في منصب كبير وكيل وزارة أو مدير عام أو مدير في شركة واتحال على المعاش ودخل دار مسنين فلوه خبرات ولوه طاقات وعنده ذكريات ما نقدرش نغفل هذا الجزء فعلشان نتعامل مع النوعية أو الفئة بهذا الشكل لازم يكون اللي بيتعامل معهم مدرب ومؤهل تأهيل كامل إنه يحتفظ بكيانه ويبقى أمين عليه ويوفر له سبل الحماية الكاملة داخل الدور في جهات رقبية على هذه الدور من الوزارة ومن المديريات ومن المنظمات المجتمع المدني بنتشارك في أن نحن نحوكم الأمور داخل دور المسنين بحيث أن الخدمة تقدم بشكل جيد جداً دي آلية أكمل لحضراتك بس الآلية التانية عندنا 191 نادي مسنين على مستوى الجمهورية وده يمكن مش كتير عارف الموضوع دوت مشترك فيها أعضاء حوالي 56 ألف عضو طيب الأندية دي بتبقى أندية نهارية الأندية بتقدم مجموعة من الخدمات ثقافية طرفهية ندوات رحلات مصايف لقاءات بنستفيد من الخبرات المسنين في اللقاءات اللي زادي فحضرتك الأندية دي متاحة كمان لجميع من يرغب في التقدم للعضوية بيها واشترك بتاعها ضائف جداً يعني حوالي 100 جنيه في السنة طيب حكي تكلمت عن أكثر من شقة اجتماعي بدرجة كبيرة ومساعدة كبار السنة على التواصل والتواجد في المجتمع بشكل عام سواء بقى من خلال دور الرعاية أو من خلال الأندية وغيرها من الأنشاطة لكن فيما يتعلق بتعاملات كبار السن في المؤسسات والهيئات المختلفة الخطوات اللي تمت لتيسير الإجراءات عليهم سواء في استلام المعاشات أو في تقليص أي إجراءات حكومية أو حتى في مجال الرعاية الصحية ايه أبرز هذه بشكر حضرتك على سؤال الرأى دوت في تنصيق كامل بين وزارة التضامر الاجتماعي وجميع الوزارات داخل الدولة المعنية بملف كبار السن سواء وزارة الصحة وزارة الداخلية وزارة التعليم العالي كمان كل الوزارات المعنية بملف كبار السن تنصيق وتفاعل وتواصل مستمر وبشكل سريع كمان يعني حرك باستجابة سريعة من كافة الوزارات لدعم هذا الملف بشكل رائع جدا ففي مثلا في وزارة الداخلية عاملة في اللي إسام أماكن مخصصة لكبار السن التأمينات الاجتماعية في صرف المعاشات عاملة أماكن مخصصة وزارة النقل والمواصلات وزارة النقل والمواصلات والوزارة دعم النقل والمواصلات وزارة التضامر الاجتماعي بيتخفيض 50% لفوق 65 سنة وقفاء كامل من زاد 70 سنة فحضرتك فيه تكامل جامل كبير جدا بين الوزارات المعانية بملفات كبار السن خلينا أقول لحضرتك على حاجة تانية خدمة مهمة جدا بتقدم وزارة التضامر الاجتماعي مهنة رفق المسن اللي هو تقديم الخدمة للمسن داخل بيئته الطبعية لو مسن مش عايز نروح دار المسنين لو مسن محتاج رفيع داخل أسرته الطبعية بنوفر له والوزارة ويكونوا أهالين وكوادر مدربة أنها تتعامل إزاي مع الأشخاص في السنة يا فندم فيه معايير معينة كمان عشان أختار رفق مسن دي بيبقى فيه ضوابط قوية جدا وفيه إجراءات بيتمين من قبل الوزارة ولازم يكون معتمد من الوزارة كمان ليه؟ لأن رفق المسن داخل البيت صحيح فلازم يكون أمين على هذا المسن ولازم يكون الخدمة اللي بيقدمها بشكل معقول وفيه رقابة كمان على الرفيق داخل الدور تواصل ما بيننا وما بين الدور ما بين المسن وما بين الرفيق فالوزارة بتسعى دائما أن نحن نوفر صبل الراحة للمسن سواء في بيئته الطبيعية سواء في دور المسنين سواء في أي مكان هو محتاج فيه أي خدمة بيحتاجها فالوزارة بتوفر له حضرتك الكلمة دلوقتي أستاذ محمود على التناغم والتكامل ما بين الوزارات والمصارح الحكومية المختلفة ووزارة التضامن الاجتماعي وطبعا تقديم الخدمات والرعاية للمسنين ليست وظيفة التضامن الاجتماعي بس أنها وظيفة كافة مؤسسات الدولة عايزة أسأل حضرتك على الدور المدني أو الدور المجتمعي بعيدا عن الجهات الحكومية والرسمية إزاي بيتم التنصيق مع المنظمات أو الجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمة لكبر السن هي بالنسبة للدور المدني دور مهم جدا ودور تكاملي مع وزارة التضامن الاجتماعي وده بيتمثل فيه الجامعات الأهلية والأكاديميات والمنظمات ولكن بيبقى تحت إطار قانوني وإطار شرعي من قبل الوزارة يعني لما بنعمل مثلا قوافل طبية للمسنين على مستوى الجمهورية فيه تناغم وتنصيق بينه وبين المؤسسات المجتمع المدني فالهم دور مهم جدا عمليات الدمج المكتمعي في عمد كبير من المؤسسات العاملة في رعاية المسنين أو كبار السن حضرتك أعتقد أن كل الجامعات الأهلية بتحصل على إشهار أو قيد من ضمن الأنشطة بتاعتها رعاية كبار السن فعندنا عدد كبير جدا من الجامعة الأهلية شغالة في هذا المجال وأنا بسم من دور الجامعات الأهلية أنا دور مهم جدا مع وزارة التضامل الاجتماعي وهذه الجامعة تحت مظلط الوزارة يعني ما فيش جامعة تقدر تشتغل إلا تحت مظلط الوزارة وبتاخد قيد وإشهار من الوزارة حضرتك بس مهم جدا كمان أن أعملات الدمج المجتمع سواء مع الجامعة الأهلية أو منظمات المجتمع المدني الوزارة أطلقت مبادرتين قبل كده مبادرة الحياة أمل ومبادرة اسمها العمر الزهبي وده كان فيه مشاركة من الجماعات الأهلية معنا ده اللي بنسميه الدمج المجتمعي ما بين فئة كبار السن وما بين الدولة المصرية وما بين مرزمات المجتمع المادية لأ فيه تناغم وفيه نقلة كبيرة جدا في الدولة المصرية في هذا في هذا الملف يعني خمط الرئيس وجه ب مئة مليون جنيه لصندوق المسنين كل الجماعات الأهلية شريكة معنا أنها تشارك وتقدم خدمات معنا فيه تناغم وفيه تنصيق ما بين الدولة المصرية والجماعات الأهلية ومعظمات المجتمع المدني وبيشتغلوا بحب وبيشتغلوا بروح لأنه فعلا ملف مهم جدا ده أقل حاجة ممكن نقدمها لكبير السن بعد ما قفنا حياته فيه عمل وفيه جهد وقدم للبلد وقدم خدمات فلازم نكرمه ولازم نوقره ولازم يكون الخدمة اللي بتقدم له سهلة وبسيطة في مجال الرعاية الصحية كمان يمكن من المجالات اللي بتكون مهمة قوي لكبار السن طبعا يمكن يكون فيه أمراض وغيرها والدولة حقيقة قامت بحملات كتير لدعم كبار السن يعني حملات الكشف عن سرطنات حملات أخرى يعني مئة يوم صحة وغيرها من الحملات إزاي بيتم أيضا التنسيق والتعاون في هذه النقطة ما بين الوزارة ومبين وزارة الصحة للوصول لكل ممكن مسن مريض مش قادر إن هو يوصل لمكان للحصول على كشف أو علاج حريقة أنا ذكرت في البداية إن فيه تنسيق واضح ما بين كافة الوزارات ولكن وزارة التضامن الاجتماعي هي الوزارة المعنية بالدرجة الأولى بهذا الملف أنا ممكن كل الوزارات تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بحيث إن احنا نقدم الخدمة بشكل مبسط وسهل لكبار السن فيه تنسيق كامل جدا فيه ملف الصحي من خلال قانون التأمين الصحي ومن خلال إن الوزارة كمان بتسعى دائما لتشمل كافة المسنين تحت مظل التأمين الصحي الشامل فالمرحلة القادمة حضريك هتشوفي والمجتمع المصر هتشوف اختلاف كبير جدا في الخدمات اللي بتقدم لكبار السن ده واجب علينا بش حقهم بس حقهم واجب علينا كبار السن بعد حصاد العمر بعد رحلة طويلة من العمل والحياة إنهم ننزلهم المنزلة اللائقة والكريمة بيهم ونوفرهم كافة الخدمات على كافة المستويات صحية أو اجتماعية أو حتى تأمينية كمان بشكل مهم شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا أستاذ محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المرسلين بوزارة التضامن الاجتماعي صباح الخير لحضرتك شكرا جزيلا لتشوفك معنا النهاردة في صباح الخير يا مصر